نروح للأهلي النادي الأهلي عنده دلوقتي أزمة نسبية مش أزمة كبيرة أزمة نسبية في تسويق أحمد الكندوسي وبيعه مفيش غير عرض واحد وصل للنادي الأهلي من الجزائر عشان ينضم الكندوسي المقابل المالي في العرض ده أليل جدا جدا الكندوسي بياخد راتب 550 ألف دولار في النادي الأهلي النادي الجزائري مش هيقدر يدفع الرقم ده عشان كده الأهلي بيحاول يطلع دلوقتي الكندوسي إعارة لمدة سنة عشان برضه يعني يتخطى فكرة ارتفاع راتب اللعب فالأهلي عنده صوبة العارف يبيعه عشان فيش نادي عارف ياخد راتبه ومش عايز يبكي عليه عشان كلر مش عايزه مع الفريق وخاصة كمان الأهلي بيخلص محترفيه لما هيجيب كمان المهاجم الأجنبشي فالأمور صعب بالنسبة لكندوسي